سامح يعني اللي انت بتشوفه في النادي بيدايقك دلوقتي حاسة انك متدايق يعني يعني بأول حاجة بتقول انا لازم اعد الحاجة برد عليك بعد اذنك قلت له اتنين ما هو حاسمعها سامح واسمعك يعني حاجة متعلقة بالعملات الانتخابية ولا برا العملات الانتخابية بشكل عام يعني انت بتقول لأ خلينا نتكلم في النادي احنا نخش على العملات الانتخابية دلوقتي خلينا نتكلم في النادي انت ما بتخش النادي بتقول انا متدايق يعني يعني القصة دي لازم نعمل الحاجات اللي أنا مدياني جدا الحياة يعني زي ما قلت حراك من شوية Readoss استاد حلمي زمور الحياة لان أنا شايفو ده تاريخ نادي الزمالك أنا شايف يعني بصراحة من أكتر الحاجات اللي مدياني جوان نادي الزمالك تعاني حراك يعني تعون ده تغير اسمه ولا الاستاد اللي هدمه هدمه وتغير اسمه حاكم تحسن حلم يا جماعة يعني تاريخ نادي الزمالك حضرتك النهاردة فديهم الحاجات الحياة اللي أنا دائما نروح عضوا في الحتة دي ونخش نتفرج على التمرين ونقعد ونشوف اللعيبة ونشوف الجمهور وبيحمس اللعيبة قبل المارش وبعد المارش النار. ده الحقيقة حصل فجوة بين فرقة نادي الزمالك وجمهورة والساعة يعني فالحالة الموضوع بتاع الاستاذ ده حرك يعني ده من اكتر الحاجات اللي هي الحياة من دقاني جوالنادي يعني. وزي ما اضحك يعني يعني اللي بيبقى عنده حاجة قديمة بيحافظ عليها. فده تاريخ نادي الزمالك الحقيقة وزمان حتى بعادة اسم حلم زمورة للاستاذ? بعادة اسم معصورة. ومازال باسم حلم زمورة. بالنسبة لنا كلنا كذلك الكوية وبالنسبة لنا هو اسم حلم زمورة. يفتر مش كده. لا مش بالبيفتر. هو في لا خالص هي عقيدة جوالي. ده ابطال العالم في اليفتر. لا احنا كلنا بالنسبة لنا هو حلم زمورة دوت ده. وعلى طول صالح سليم في الاهلي ومحمد حسن حلم صالح سليم في الاهلي. مبتيتش في الاهلي. احنا عندنا الحمد لله برضو ناس كتيرة جدا ما شاء الله يعني عندنا زحيك بتقولك حلمي زمورة عندنا النهاردة لا يعني اقصد انه جسدك من اسم الستاد مقصودش يعني دايما الرمز الزمالك في محمد حسن حلمي كابتن ها فيها يعني ده يعني رمز عظيم يعني طبعا بشوف ان اكتر حاجة النادي احنا كلنا مفتقدين جوا النادي يعني اسف عدم الترابط الناس ما بتشتعرف بعض جنيد الناس ما بتشعرف بعض الزمان زمان كلنا كنا نعرف بعض طبطب حجة كتيرة بس يعني خالص لازم الناس ترجع تاني تقرب بعض النادي ده في الاخر زي زي الجران انت في الاخر ما ينفعش بقاش عارف جارك لما بشوف ناس معه بالزبط النهاردة باشوف ناس في الترابيزات الترابيزة قاعدة جنب الترابيزة وما ظن ان كل اسبوع هما نفس الترابيزات الناس ما تعرفش بعض زمان ما كانش موجود الكلام ده زمان انا كنت اعرف كل النادي والنادي كله يعرفني النهاردة احنا مفتقدين دوت لازم نادي يرجع تاني زي مكان كفايانة الكلام دوت. خلاص. لازم نفل الصحة دير. ممكن دمش في النادة لانا مش عارف ناس كتير موجودة. يعني ممكن شوية ده عشان اللي يعني الحمد لله علاقات كتيرة شوية بس انا بشوفه جوه الطراب الزوت لأ الناس ما بتشعرفها بعض. الناس كله واحد بشوف الناس قاعدة جانبها ما بتكلمش مع بعض. يمكن ده عشان العضاء كتير اللي دخلو في السنين الاخير نامس. مشكلة كبيرة. المساحة اللي جوه نادي الزمالك ما تستحملش عدد العضاء اللي جواه. آآ منفذ طبيعي لازم كنا نشتغل عليه النهاردة نادي ستة اكتوبر. نادي ستة اكتوبر النهاردة متبكة على عشرين شهر. يعني لازم غصبا علينا كلنا. عشرين شهر ايه في المهلة. في المهلة اللي محددة من رياسة. يعني الزيادة دي انا شايف اللي كان لازم يستطبعها طبعا فوري يعني بناء ستة اكتوبر فور عشان يستوعب الزيادة دي يعني فده كان ده ما حصلش الحقيقة فقد ده بقى اللي احنا بنقول عليه.